لطالما كان ملف المعتقلين العراقيين قضية ساخنة وشائكة تزيدها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 تعقيدات إضافية ليستمر مئات الآلاف من المعتقلين قابعين في السجون الحكومية أكثر من 80% منهم بلا تهم ويعاني هؤلاء ظروفاً إنسانية قاسية وانتهاكات جسدية فضلاً عن الإهمال وغياب الرعاية الصحية عذاب عذبوهم كهبا يطفوهم ومرضى وديموتون بكورونا هم يعني بيعنا العدن والمعدن نجيب لهم علاجات الحكومة الحالية ومن قبلها تتخذ بمؤسساتها الأمنية إجراءات تعسفية وسياسية قمعية في حملات الاعتقال التي تقوم بها والتي بني أغلبها على الفساد المستشري لممارسة الابتزاز أو بدوافع انتقامية وطائفية أو بوشاية من المخبر السري فضلاً عن الاعتقالات العشوائية والخطف لعشرات الآلاف في أثناء الأعمال العسكرية وما تضمنتها من أعمال اقتحام المدن ذو المعتقلين تظهروا في بغداد من أجل المطالبة بإطلاق سراحي أبنائهم المعتقلين في السجون الحكومية والذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها في المعتقلات قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق أوضح تعقيباً على تبرئة مجرمي مزارة جامع مصعب بن عمير أن التمييز أمام القضاء يعد أمرز ملامح غياب الدولة القانونية وأن تبرئة المجرمين وتجريم الأبرياء نهج سياسي مستمر تتبعه حكومات الاحتلال المتعاقبة كلها لجنة حقوق الإنسان النيابية أقرت بأن الطاقة الاستيعابية لسجن ناصرية المركزي أربعة آلاف نزيل بينما يوجد فيه الآن عشرة آلاف وخمسمائة نزيل يعانون الاكتظاظ وقلة الطعام والخدمات الصحية وخصوصاً مع تفشي فيروس كورونا مما ينذر بكارثة إنسانية ويبدو أن أمام العراق طريقاً طويل لتحسين مكانته بعد تراجع ترتيبه في مجال حقوق الإنسان داخلياً ودولياً من جراء الانتهاكات الحاصلة بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق هذا وجددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعوتها إلى الكشف عن مصير آلاف المغيبين في العراق وذكرت أن فقدان الأسر ذويهم منذ سنوات وعدم وجود إجابات حاسمة عن مصير المغيبين قسراً أمور من شأنها أن تترك آثاراً مأساوية لدى آلاف الأسر ترجمة نانسي قنقر